افتتح وزير الموارد المائية ورية هاني سويلم ونظيره الجنوب السوداني بالمايدانج محطة مياه الشرب الجوفية في المنطقة السكنية بجاب الليمون في جوبة واصطح فاوة وسعادة بالغة من المواطنين بالحي وفي كلمتي بالاحتفالية عشار سويلم إلى انتهاء مصر من تنفيذ عشرين محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق استدامة التشغيل وتوفير مياه شرب لما يقرب من 100 ألف نسبة ضفة لتنفيذ العديد من مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجار المائية في المقابل أعربة وزير الرأي بجنوب السودان عن شكره لما تقدمه مصر من دعم بلاده خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين